هذا وقد حقق المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب نجاحا كبيرا من خلال عدد المشاركات التي تجاوزت الـ 2500 مشارك من مختلف دول العالم بالإضافة إلى الجلسات والمحاور التي كان لها دور كبير في تعريف المشاركين بكيفية اللحاق بالثورة الصناعية الرابعة في ظل التقدم التكنولوجي والذي سيساعد في دفع عجلة الاقتصاد بالعالم العربي التفاصيل في التقرير التالي لحاجتنا الحقيقية للتعاون والتفاهم حول صناعة أرضية صلبة والاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة التي تشتاح العالم استمرت جلسات ومحاور المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في يومه الأخير بمشاركة وزارية محلية وخليجية لفتح المجال أمام تحول رغمي ناجح ونهوض اقتصادي واسع سعت بمشاركة اليوم في جلسة نقاش مع أخواني معالي وزير التجارة والاستثمار السعودي ووزير الصناعة والتجارة الكويتي في المنتدى في مملكة البحرين وتطرق الحوار إلى الثورة الرابعة الصناعية والتحول الرقمي وكيف ممكن استثمار هذه النقل النوعية لتهيئة الاقتصاديات المحلية في الخليج في الوطن العربي بصفة عامة كان حوار مثمر وكان نقاش جيد وتطرقنا العديد من التحديات والفرص وإن شاء الله نعمل أن القطاع الخاص يأخذ مبادرة أكبر في استثمار هذه المناسبة هذه البدرة اللي ممكن نجني منها شيء عشان يزرع منها شيء استثمارات أجنبية تخلق هذا وبعدين توعيل شبابنا في الثورة الصناعية الرابعة وأمور كثيرة إيجابية حصلت في هذا المؤتمر وإن شاء الله نبني على هذا المؤتمر والحين الشغل المضبوط يبتدي متابعة ما نجني حين حاليا من خلال هذا المؤتمر بين مباحثات وتفاهمات بين رجال الأعمال والشباب والأفكار التضلعات الكبيرة للمشاركين في المؤتمر والرؤى المستقبلية هذه انطلقت من مملكة البحرين لتثيء الطريق نحو التقدم والإزدهار ومستقبل أكثر أمنا نظرا للتغير المتسارع في تكنولوجيا المعلومات الثورة الصناعية الرابعة هي المستقبل هي أمل هذه المنطقة بإذن الله أن تكون في مقدمة الدول والمناطق على مستوى العالم بإذن الله النمو الاقتصادي العالي في دول مجلس التعاون وبالذات كان المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت من أعلى ثلاث دول على مستوى العالم نموا في عام 2019 وتسهيلا في إجراءات تبسيط التجارة وأعمال التعاون بين رجال الأعمال ريادة الأعمال والابتكار هما متلازمان لا ينفكان عن بعضهما البعض فعندما نتحدث عن ابتكار نتحدث عن روح ريادة الأعمال لأنه ليس بالإمكان لأي رائد عمل أن يكون بحق رائد عمل ما لم يكن مبتكر ويعد هذا المؤتمر تظاهرة اقتصادية كبرى تستضيفها المملكة لتشجيع الاستثمار في الريادة والابتكار في الثورة الرقمية وتعزيز آفاق التعاون العربي ليكون منبرا أساسيا وقاعدة تجذب دول المنطقة نحو التجارة الإلكترونية هذا التفاهم الكبير من قبل المتحدثين في هذا المؤتمر يدل على حرص المملكة ببحث كافة السبل التحول إلى اقتصاد الرقمي الناجح وكيفية الوصول له بطريقة مبدعة وامتكرة يكون رواد الأعمال والمستثمرة العرب هم الأساس لعالمنا العربي طلعنا في مركز الأخبار تيفزيون البحرين